منظمة أخباء بلا حدود تنتقد مساعدات النمسا لتونس بعد عمليات الطرد غير القانونية استاذ ندوح هذا الموضوع منظمة أطباء بلا حدود تنتقد مساعدات النمسا لتونس بعد عمليات الطرد غير القانونية يعني بصراحة أنا وجهة نظري يمكن تعتبرها شوي سوداوية ولكن أنا لا أرى أن الدول العربية حاليا مهيئة للتعامل مع قضايا إنسانية غير مهيئة للتعامل مع قضايا حقوقية موضوع اللاجئين الهاربين من الحروب إن كان من إفريقيا إن كان من دول الشرق الأوسط ليست مؤهلة حتى الآن حتى لو أخذت تونس وتم تمويلها من خلال الاتحاد الأوروبي أعتقد بخمسة مليار دولار أو شيء أو يورو تقريبا ما بارف كم المبلغ اللي تم تمويله إضافة للنبسة طبعا اللي هي ساهمت والدنمارك وما إلا ذلك يعني بصراحة المشروع ده كان مشترك بين النمس والدنمارك بالضبط مشترك فبالتالي على أي أساس ما هي الحالة الحقوقية مصر بيعيش على فكرة موجودة هذا وضع آخر أستاذ ممدوه هذا وضع آخر على أي أساس تعيش أو بالأحرى على أي أساس تم تقييم أن الوضع الحقوقي في تونس أنه قابل قابل للتعامل يعني حتى تونس قيس بن سعيد مع الأسف أيضا له علاقات مع الإرهابي بشار الأسد فبالتالي الوضع الحقوقي بشكل عام بصراحة يعني مشكوك فيه بصراحة مشكوك فيه يعني هذه الدول غير مؤهلة لأن تتعامل مع هذه القضايا فبالتالي التعامل التعامل ووضع لاجئين عندهم وتحت القانون وما إلى ذلك بصراحة أستاذ ممدوه هذا الكلام غير قابل للتطبيق بهذه السهولة فلذلك منظمة الضباء بلا حدود وقامت يعني بهذا الانتقاد وأضافوا أنه تراقب المنظمة منذ بعض الوقت ازدياد في العنف الهائل المنهجي على جميع حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية يعني مش بس تونس كل المناطق اللي فعليا هي فيها لاجئين عما يتم التعامل معهم بوحشية يعني يمكن يكون فيه تصفة يمكن يكون فيه اعتقالات يمكن يكون فيه ضرب يمكن يكون فيه انتهاك لأعراض يمكن يكون فيه سرقة أو فيه استغلال أو كل أنواع الاستغلالات بصراحة لأن العديد من الدول الأوروبية العربية استاذ ممدوح غير مؤهله غير مؤهله طبعا مش شايف لو اندمجوا في المجتمع التونسي كان حابه أفضل زي التجربة بتاعة مصر عاشين معه عاشين في مصر يعني زينا يعني فيه أفارقة يعني احنا هنا عشان ما أخذ الموضوع من عدة جهاد فيه أفارقة يعني حتى لا يتحدثوا اللغة العربية هم فعليا بدون يلجأوا جاءوا لتونس دول اللي بيتعاملوا حسب اللغة ليستخدموها معبر وصولا إلى أوروبا بالتالي الموضوع ليس بهذه السهولة ساذ ممدوح يعني حتى أعتقد حتى مصر بما فيها هي مقبلة في مرحلة المراحل لأن يعني موضوع أيضا منع تهريب البشر من خلال السواحل المصرية وصولا إلى أوروبا فحتى مصر هي فعليا أمام امتحان بصراحة صعب جدا هل ستستطيع أن تثبت فعليا الحالة الحقوقية والحالة الإنسانية والحالة الأخلاقية فيها التعامل مع ملف اللجوء لأن أيضا النمسا وإيطاني تذكر قبل أشهر كان كارني هامر فيها القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا فاهم عليك أستاذ مدوح ولكن فيه كميات فيه أعداد من اللاجئين القادمين إلى الداخلية بيدخلوا إلى مصر ويتجوا إلى أوروبا هذا الكلام أنه عندما السلطات المصرية ستعتقلهم تقبض عليهم سميها ما شئت كيف ستتعامل معهم هنا السؤال فهنا دور المنظمات الحقوقية الطباء بلا حدود وما إلى ذلك التي تراخب هذه الأمور والعفوية الدولية هي المعنية بمراقبة هذه التصرفات طبعا وزير الداخلية قال أنه إذا كان هناك اتهامات فيجب التحقق التحقق منها وتوضيحها يعني إذن الموضوع أعتقد أنه من الممكن أن يكون في الأيام المقبلة تفاصيل أخرى ولا ربما هذا التقرير يضع يعني أو تنبيه إشارة تنبيه للسلطات التونسية وأن تقوم يعني عادة النظر في التعامل في التعامل مع اللاجئين نعم ولو الموضوع هذا فشل أكيد يعني تأثيره سلبي على التفكير في يعني عمل مثل هذه في دول أخرى